السلام عليكم و اهلي بكم في فيديو جديد و رح تكلم معكم اليوم عن بيتا الثاني و انطباعي لها لمدة 4-5 سياحة منزلناها اقول لكم الى هذه البداية اسوأ نسخة بيتا اللعبت في جوالي اكثر من الايو اس 14 نفسها البيتا 1 اول ما نزلت النسخة والنسخة تجيبه الاولى صح كان فيها بق فيها اشياء لكن هذه اللعبت في البطارية داخل اللعبتها في حرارة الجهاز يعني بالنسبة لي اسوأ نسخة ايو اس 14 فالـ 14.2 الان منزلها بيتا فما رح نقدر نقول اوه يعني البيتا لو تنزل لنا رح تكون سيئة لا هي الان بيتا رح تنزل لكم نسخة نهائية باقي بيتا 2 او بيتا 3 غصدي يمكن 4 فننتظر قدامه نشوف يمكن برضو 5 فالان اوكي نهاية البلت نمبر اي فننتظر تشوف قدام ش بيصير فيها اتكلمكم عن بعض الاشياء اول حاجة فيديوهات ما قدر افتح الواتساب ما قدر افتح اي فيديو في تويتر برضو اذا فتحت الى تويتر ما يشغل فيديوهات بعض الفيديوهات يشغلها في تويتر لكن اغلبهم ما يشغلهم مثلا في الواتساب لو بفتح بفتح فيديو انا راس له ما يشتغل لازم ونفس الحركة شبتوا كيف يعني افتحت شيء يطلع لي الفوليوم هذا كذا فاجأ احيانا بدون اي شيء يطلع لي مثلا صامت يصير جهاز حقي ما في شيء انا عارف كلها من البيتا فالشيء ما يشتغل لازم اذا كنت بيشوف فيديو شخص راسل لي لازم اسيف الفيديو عندي في الواتساب الصور راح افتحه طبعا مش بس هذا الفيديو او اذا استقبلت فيديو برضو من اي شخص لازم نفس الحركة فهذا اسوأ حركة صارت لي هنا سناب شات برضو احيانا اصور فيديو ارسله ما يرسل حق الشخص فما نقدر نقول من سناب شات بما ان الواتساب نفس المشكلة وفي تويتر نفس المشكلة فتوقع مش تحديثات بين الشركات الواتساب وتويتر لا البيتا نفسها فيها مشكلة رسلت ابو الامس في برنامج الفيدباك فاي شخص عنده البيتا راح ينزل عنده الفيدباك برنامج هذو رسلت ابو الامس وكتبت لهم وشرحت لهم موضوع بسكرينشوت وكل شي وان شاء الله شوف قدام شو يسوهم طبعا مش بس دي المشكلة مشكلة حرارة الجهاز مر عالي يعني في البيتا الثاني كده فجأة البيتا الاول ما كان نفس المشاكل دي وبرضو الهرت لحق البطارية عندي كده فجأة نزلت واجد يعني الجهاز الحقي اللي من برو ماكس وكي اخذ الان تغريبا 12 شهر وكم من اسبوع من اول مشاريته من اول ما نزل الايفون لكن لم يخشينا البتري في البيتا الاول كانت 95 او 94 لكن فجأة البيتا الثاني 88 كده فجأة دروب القوي كده صار فيها بعد ما استخدمتها اربع ايام صار 88 فتوقع لو قدام امشي معها طبعا انا عارف ان الاسبوع هذا استخدمت الجهاز شوي مش نفس استخدام الطبيعي يعني اشحنا بالعشرين مواط لحق الايباد 8 جنريشن اللي سويت لكم راجعة له واشحنا بالـ 18 وارد برضو لحق الايفون فالاسبوع هذا شوي يوم تلعب في البطارية وفي السيارة مثلا والجو حيانا انحار اشحنا ويسخن الجهاز فانا صح ما اعتنيت بالبطارية على نهايتها بالنسبة لي لكن دروب دللي صار يعني من 95 او 94 تقريبا نسبة الهيرت لحق البطارية الى 88 كده فجأة فجأة في 4 ايام والله لو اني ما ادريش اللي شاحنا فيه ما صار زي كده فمشاكل وبطارية عندي حرارة الجهاز عندي تعليق في البرامج كن سناب شات اللي ترسل فيديو ما يرسل هذي المشكلة بس اما تعليق برامج رئيسي والاشيات هي سلس الجهاز كل شي فيه سلس بطارية اشخاص يسألوني في البوست اللي حطيتني في اليوتيوب كيف البطارية قلت لكم حالة البطارية الدروب كده الفضيع اللي صار في البطارية استخدامي لا برضو ما رح اقدر اعطيكم كيف استخدام البطارية مثلا ما نشوف كيف نزولها لها لكن ما قدر اقول شي يعني نسبة البطارية عندي ثماني ثمانين حين يعني فيها دروب قوي ما توقع ان رح يفيد كلامي لكم لازم ثماني ثمانين حين بقول لكم سيئة لان نزل ثماني ثمانين قبل يومي كنت خمسة وتسعين واربعة وتسعين فجأة ثماني ثمانين لازم اتعود على وضع البطارية في ثماني ثمانين بعدين نشوف قدام هل فيه تحسن او في رجوع زيادة عشان اقدر اقول لكم في اعتبر كالني لفل جديد ان اواصل حق البطارية حين عشان اعطيكم ايها النسبة طبع بعض الاشخاص يقول لك او يعني اذا حدثت الجهاز رح تنزل البطارية والنسبة لا يعني مثلا انت جهازك حين خمسة وتسعين حدثت الجهاز وفتحت نسبة البطارية هنا وشفتها مثلا صارت أربعة وتسعين لا مش من النسخة ثوق محدث لانه في وقت التحديث الجهاز يشيك على البطارية في وقت التحديث فيمكن انت بطاريتك الروديس صارت أربعة وتسعين لكن ما تغير عندك النسبة هنا لانه قبل ما تشيك على البطارية الا في وقت التحديث فهذا الفرق لكنك تشيك على البطارية وقت التحديث من خمسة وتسعين إلى ثمانية ثمانية لا شيء تشيك انت انت سرقت من البطارية من هيلت البطارية انت عفست ام البطارية عندي المهم ننتظر قدام نشوف لو بتكلمون اشخاص حق الايباد الايباد برضو ما في شيء عندي يفتح كل شيء لكن البطارية برضو مش عجبتني اشحن الجهاز استخدامه طبيعي يعني في ساعة من نص تنزل من 100 الى 82 يعني ما لعب فيه ما سوي في شيء كنت والله حلواجب يعني فاتح دي كومنت كده حلواجب بس والله قاعد اكتب بس حرارة في الجهاز بقوة كنت قاعد العب فيه ورافع السطوع وكل شيء ودروب البطارية شوي طلعح البطارية انا كنت حطها قبل نص ساعة 100% يعني فاسطة و 100% كده فجأة ينزل بهالقوة فالبيتا الثاني اسوأ بيتا البيتا الاول كان افضل ننتظر قدام نشوف ننتظر الصباح هذا ان شاء الله ننزلون البيتا الثالث ونقيمه معاكم ونشوف كل شيء ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك في القناة واشتراك في حسابي سناب شات اشتراك في اضافتكم وعمل لك المقطع وانا اشتراك في المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني من فضل دعاكم واصف بعض الاشخاص يقولون لي انت سرع في الكلام مادرين اوكي السلام عليكم اشتراك في القناة